بالي انا شخصيا مش كويس لانه دايما بنتكلم في الحالات ثبات اقل زيادة بتبقى مشكلة وطبعا زيادة لانه الناس بتنزلوا بتخرجوا بتتفسحوا عادي جدا بالنهار بتلاقي الشوارع وقفة يعني كله في الشوارع عادي جدا محلات عادي جدا كله عادي جدا فدي ازمة هذه هي ازمة الرقم بتاقى تلاتة وتلاتين النهاردة مش سعيد لانه سبعة اربعين لانه اي حالة تزيد مش كويس تاني بقول اي حالة بعض الناس يقولك ممكن لا الا اه في الاربعينات ماشي لكن بتكلم على العدد ده مش كويس العالم لو قدر الله لما حصل عنده مشكلة هوريكو بعد شوية حصل ايه في العالم حصل ايه في العالم لان احنا عندنا ازمة مجلس وزراء رئيس الوزراء تابع الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جود مواجهة فيروس كورونا مستجد في اجتماع عقده مع دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بداية الاجتماع استعراضة الوزيرة الموقف الحالي اشرت انه في مية اثنين وثنين حالة تحولت نتائجها من نتائج تحليلها من ايجابي الى سلبي وبلغ عدد الحالات التي تم شفاءها وخرجت حتى الان مية اثنين وثلاثين حالة وقالت انه تم اكتشاف سبعة واربعين حالة جديدة النهاردة وانه في حالة وفاء واحدة يبلغ عدد الوفيات واحد واربعين يبلغ عدد اجمال المصابين ستمية ستة وخمسين يعني وبتقول طبعا نخصب منهم كذا والحاجات اللي هي الارقام اللي هي لكن انا بتكلم على عندي سبعة واربعين حالة النهاردة جداد استعرضت الوزيرة توزيع الجغراف لعدد المرضى المحافظات المختلفة موقف التقصي لازل تجري فرق الوزارة كلف الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح باجراءة تحليل الخاصة بفيروس كورونا مستجد البي سي ار اوضحت الوزيرة انه يوجد حاليا ستة وعشرين معملا على مستوى المحافظات لاجراءة تحليل ستتم زيادتها خلال 48 ساعة اللي جاي عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات وجهود الحكومة لتوفيرها طبعا الحكومة ومجتمع مدني والناس المقدرين اللي يقدروا يشاركوا وانا مش هخفى على حضراتكو النهاردة بيان من نظام الصحة العالمية رغم انه بيان محترم بيشيد بما تقوم به الدولة المصرية من اجراءات وامواجهة ولكن ايضا بيقول لنا وارد جدا لامور تزيد صحة العالمية قالت كده في البيان النهاردة وارد جدا الحالات ومن اقدرش نقول تزيد بقى قد ايه ومن اقدرش نقول المرضى هيخلاص امتى صحة العالمية قالت كده النهاردة رغم انها بتشيد اشادة بالغة بجهود الدولة المصرية وقالت انه مصر اللي بيحصل في مصر حد الوقت تحت السيطرة ولكن وارد اللي جاي ما حدش يعرف بكرة في ايه اعرف حاجة واحدة بس لو انا عدت في بيتي وقال لنا ساعات التجول وزودنا ساعات الحظر ساعات الحظر ازودها اكتر وانا بكلم بقى لي ايام بكلم في الموضوع ده لانه ده الحل الوحيد فيه ناس تقولك الاقتصاد حفظ البنك المركز مبارح سيد طرق عمر اتكلم معنا مبارح مداخلة مش عايزة اقولك ردود فعلها